حل الدوسي ناهد مرحبا أهلا وسهلا ليس الرقم مايفرحش أحنا نحكيه على تراجع قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 25.1% في 2023 علش تراجع هذي ناهد منين نبدأه أرقام البارح ليسهد وما أرقام وكيلة النهوض بالاستثمار الفلاحي اللي في كل مرة تكون فيما متابعة وتعطينا الأرقام في علاقة بالاستثمارات الفلاحية اللي تراجعت قيمتها بالنسبة 25.1% خلال 2023 مقارنة بالعام اللي قبله 2022 استثمارات في حدود 480 مليون دينار هذا يا حسب كما قلنا نشرية الإحصائيات اللي خصت الاستثمار الفلاحي الخاص تراجع في عملية الاستثمار دونكا عملية الاستثمار تراجعت بنسبة 11% وصلت لـ 3.021 عملية في 23 ما كانت من حدث 3.076 موطن شغل قار فقط مقابل 3.552 عملية في 2022 فم 400 موطن شغل أقل فارق في علاقة بالأرقام هذه في العادة يشغل أكثر هل نقارنه بفترة مثلاً لدينا ساعات ديما فترات ريفرانس نرجع شوية للتالي ونمشي لفترة 16.20 مثلاً نقارنه بالمخطط الترمية بتاع 16.20 الاستثمارات الفلاحية شهدت تراجع بنسبة 4.32% في العدد وبنسبة 28% في القيمة الاستثمارات توزعت من بين 381 مليون دينار للقطاع الفلاحي 73 مليون دينار خدمات 57 للصيد البحري و33 مليون دينار للتحويل الأولي و3.9 مليون دينار لتربية الأحياء المائية كما شهدت الاستثمارات المصادقة عليها لفائدة الشباب وهذا مهم تراجع في حدود 510 عملية بقيمة 52 مليون دينار مقابل 791 عملية استثمارية بقيمة 83 مليون دينار في 22 في المقابل نحكي على 320 عملية استثمارية بقيمة 33.3 مليون دينار تمت المصادقة عليها لفائدة النساء مساجلة زيادة مقارنة بـ 22 بـ 253 عملية استثمارية بقيمة 28 مليون دينار الاستثمارات المصادقة عليها استفادت من دعم زيادة بقيمة 139 مليون دينار ما يمثل 29.1% من حجم الاستثمارات المصادقة عليها مقابل 168 مليون دينار في 2022 في كل الحالات نقوله كيف تشوف الأرقام وتحطهم قبل بعضهم تلقى التراجع في بقية مجالات الفلاحية هو نلقى قيمة الدعم الموجه لاقتناء التجهيزات الفلاحية اللي ارتفعت بـ 57 مليون دينار ما يمثل 41% من إجمالي الدعم المصادقة عليه فيما تراجع معدل القروض إلى حدود 20% فيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار في مكونات تساهم في ترشيد استغلال الموارد البيئية نحكيه هنا على تجهيزات الفوتوظوئية زادت بنسبة 11.7 مليون دينار استفادت بدعم بقيمته 5.9 مليون دينار والاستثمارات في المجال البيولوجي قدرت بقيمة 10 مليون دينار استفادت من دعم بحجم 3.4 زيتون مهم كيف قيمة الاستثمارات المصادقة عليها في مكونات غيراست الزيتون 8 مليون دينار استفادت بدعم في حدود 3.6 مليون دينار وبخصوص القروض العقارية لوكيلة قرون تمت المصادقة على 42 قرض عقاري بقيمة 6.6 مليون دينار مقابل 58 قرض بقيمة 9.4 مليون دينار في 2022 في 2022 في 2022 أعطيت 58 قرض بقيمة 9 مليارات وربعمية في 23 تقريباً بقيمة 10 الفارق به الآن الأسألة هي حول مصير الاستثمار الفلاحي رسمي خطرتين برشة أرقام الفايدة هو أن نقولوا فما تراجع لكن في نفس الوقت نتسألوا أعليش ليث بن بشر موجود معايا بالهاتف ناخدوا معايا مباشرة سيليث مرحباً أهلا وسائل سيليث ما يحوي لك يا سيليث ما عايش كني جاليك أنا قبلت مؤسسة لقابة التونسية للفلاحين ليث بن بشر ليث بن بشر الأرقام تقول تراجع في الاستثمار أعليش فما تراجع في الاستثمار في قتال فلاحها والله تراجع في الاستثمار مربوط بالتراجع متع متع الصور ومتع المتاج الفلاحة بيتها ما نجم يستقبل كانت يبدأ هو انتج وعمومنا وفضل زيادة على خلاص مصاريف الانتاج وكلفة الانتاج خل عنده شوية نجم أما يقترض به ويستثمر احنا توفي أوضاع حكم تعرفوهم نحكيو عليهم والله يقول لي رغم لي واحد ساعات ولا يتقلق خطر برشة ناس يتخيلونها دي ما هاك أن نعطيه وكان في الأمور السلبية ماذا هي الواقع تشوف قطاع كما بوضع قطاعات لابس بها شادة روحة نسبياً أما كما قطاعات كما زراعات الكبرى كما تربيت الحيوانات وتعرفوها هو المحسوب القاسي والداني ولا يسمع بها اللي هي انضرت ياسر أما هيكلياً كما تربيت الماشى إلى آخره نظراً لعدم استجابة الأصحاب القرار لضرورة مراجعة للأصحار المرجحية إلى آخره وإلا في الحبوب وزراعة الكبرى اللي هي محسوب الشريان الأهم مع الزيتين من حيث المساحة من حيث الناس اللي تشغلهم اللي هما ثلاثة سنين على الأقل اللي تكونوا مخففين شوية الوطا بعد الجفافة كل الناس يعجلاش يتسلك أمورها معناها وتخلص كما تلزمتش تبيع وكما يقولوا بالتقص لايش بن بشر أنا غدو نحب ندخل في الفلاح دا كوردو ايه سيدي ابدأ فاسر لي شنو البركور بش نفهم عليش فما صعوبات بش نفهم بالضبط عليش فما صعوبات اليوم هل أنه القطاع الفلاحي ما زال جذاب للاستثمار المحلي والأجنبي أي وإلا لا سنقول لك أنت والقلمات أنت والقلمات سما لي هي مكلفة كما كل ما هو مروي غراسات خضروات في الأخيري وتعرف تراجع للموارد المائية ويصل براس مال أمان حب نجاوبك في النقطة حتى سمعني بنتوا بها بحل الندوسي عليش تراجع الاستثمارات مربوط زادة بأن المنح اللي هي مفروض أن تسند المستثمر خلينا نسميه وزم المستثمر في القطاع الفلاحي اللي تعطيهم لا فيها نظرا لتراجع السيولة بتاعة المالية العمومية ما عايش تتعطاء طووة معناها قاعدين يخلصوا في الناس يعملوا استثمارات في 2021 وعشرين يعني أنت تجري سيلياس أولا نتحكش بشدة ركاكة في الفلاحة وكأني مجازفة خطر هي مهنة أنت صاحبي وخوي وكل حد ما ننطحوه به اللي ما حابناش نعرفه في تونس ما خليها ذاك النقطة كان عنا وقت ونرشعو لها ونبدأ لها برشا مرات يتباح لك هي مهنة وفي تونس نعتبروها وكأنها هي واية ولا لجي نجم يولي فلاح ما نجم حقه ويتكون فيها ليس معناه أنا خير من غيري أما مهنة كيف يولي واحد حجام ولا نجار ولا كده ليس كل حد يبيض وجهه وخلين خطر الأقوال شوية يولي فلاح نرجع قد تلك المسألة أن عدم صرف المنح يجعل أنها برشا ناس تراجعت على الاستثمار خطر وليت عبارة مسألة وهمية أنا نعم ذاك لتصريح تبعوني سيدات وستمعيني وانت تبركال عليك سيد العرفين نعم الآن تصريح بالاستثمار هناك محدد فلاحية كمان يقول أخونا سيد جندوبي تتركتور بمجدين وخمسين مليون مفروض أن ترجع عليه الدولة في نطاق سياسة عامة تشجيع ودعم للفلاح ترجع عليه 25 ألف دينار إذا نبقى نستنى حال عبارة لم يكن من حاجم لا رغم ليصادقوا عليها ما هي كأنه ما بين الاستثمارات المعلنة والمنجزة ينجم يكون فما فارق ما هوش من سبب الدولة ينجم يكون من مشكلتي أنا كمستثمار ينجم من خطر ما حصل على قرض يعني العلم سيدتكم لازم تعرف للقرض البنكي يمشي ويتراجع النسبة يعني الناس حتى اللي تستثمر توا كل وندر إلا في مشاريع جديدة تأخذ قروض بنكية كلها تأخذ في قروض مزودين ويحتمل فورنيسور اللي يمشي بنسب معقولة وينزر على الفلاح بالماضي ساعة كلفة الإنتاج لا تقبل علاقة بالأسعار والأسعار الموجودة على السوق في كل حالات نلقى أنه ميزان مختل هذا قد يؤدي إلى تراجع الناس لا تحب تجازف تقول فوق علينا أخوين هي ثلاثة أسباب أسباب الأول أنه قدرته على الاستثمار البشر وكان الفلاح يقديم ولا جديد حاجة أخرى لا يعرف شكون كما يقول مثلا التونسي يمشي جافل وغافل جديد أوكب يبدأ من صفر ويبدأ من جديد على النظافة أما الذي عنده 13 أو 14 سنين خدمة في الفلاح لا يتكون تلك بعض الضيون لا يستطيع من 8 ساعة ويبدأ نتحيح ثم يلقى ثم مبين الذي يؤطى له كمنحة من المزموعة الوطنية على طريق وكالة السمارات الفلاحية لا يعطلوه كإبارة أنا أقول يخدم معنا في الإذاعة ورغوش أريد 5000 دينا لا 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 لعل البعض يقول لك زياد على هذا ثم فيدامان التبعات الجبائية التي أنا أحد من أكبرها لا فيه أشكال لأن فيدامان لا يجب تجيب كما نقول بلغتنا العامية ورقة نضافة وتجيب جهادة في الوضعية الجبائية وكذا كما نسكول هذلك المنجهر بين منهم كما ناخد المنحة الولد تحسب علي أننا لا نقترض وساعة تيوحل مع فورنيسور فورنيسور يجب عليك في أحسر الحالات يجب عليك سك زمان لقيمة هذه المنحة التي مفروض في هذه الدولة كما فيك بعد بعام حتى تلقى رحكوحل تلقى رحكوحل تلقى رحكوحل الزمان التي تتورط ومقادير كبير هذه مقادير كبير به وهنا اليوم شفنا أن التحركات في علاقة بالفلاحين كانت موجودة في فرنسا موخرا على أسباب أخرى حماية لكن هذا يحيننا ديما على فكرة الأمن القومي الغذائي وعلى قدرتنا على الإنتاج ليث بن بشر اليوم الحقيقة السؤال الكبير هو حول مستقبل الفلاحة التونسية حول مستقبل الإنتاج الوطني الغذائي على جميع المستويات نحكي على منظومات اللحم الحمراء وعلى منظومات الفلاحة نفسها مباشرة زراعات وزراعات كبرى وكل ليوم شنو تحدياتها ليث بن بشر فرنش ما تحدياتها في العاجل وفي الإجل شنو تحدياتها والله يأخذ يأخذ التحديات قد تكون لا تحسى ولا تعد وخلي يحسبوا علينا ندكي ونشكي ودرشني الحمد لله الحمد لله وربي ومشاهد الموضوع لا حتى حد ما هو منصب روحه وسؤال الملكي المشيحان فريرو آما الفلاحة عايشة مغير مغير كما قولوا استراتيجية واضحة وسياسة واضحة نعرف وضم صعوبات مفروض عن نسر كل ومنها كما يخدموا في الحقول ومتاعهم كما القيمين على شأن عام من وزارات ومسؤولين إلى إحرائي لتغيرات المناخية والاحتباس الحراري والحباس الأمطار ولو سنين إن شاء الله ربي يوصلوا بسالم يكون أحسن وتتعبى برجاتنا وغيرها مع الناس قلت لك فما تحسن تفيف في الأرقام إلى حد الآن في امتلاق السوداء فما تحسن تفيف في الأرقام أنا قلنا من فضل ربي وليس علينا المساج لكل ما ناكله من فضل ربي نحكيه على التصورات العامة ونحكي ونشوف في الأرقام مرة نعمل قانون لأنه مفروض علينا في تقارب مع أوروبا وكانت تفكر أننا نسناع موضوع هذا الجملة ومسألة اللاليكا وشعائتول الكون والمونتير ولو عملنا قوانين منها كما بتاع الصحة النباتية والصحة الحيوانية ولكن الفلاح في تونس عموما بصغرية بصغرية بكبيرة في الشمال في المنطقة التقوية في المنطقة البالية موش عارف روح عموما وين ماشي كما قلناها برقامرات أولا ما يشمع معترف بذاتها أبويا عمل لها بطاقة مهنية اللي تحب أنت بيت كدولة مش تخرج من هدايا التهرب والضياع واستعمال السداري أو النخال في غير محلها قد يشمع نحن عارف وين وحشيك سمعني في العبارة قطة ذاك الكلمة لزماتتقال وما تحب وينجيبوا للدواء حال أنه الحل في أنك تخلق دوين وطني الأعليف لعل ولو ما نتصورش سمع ضياع إهدار ملعام سمع فلاحة تعبين ومشيق يروحها لأنها مصلت عليها الأداء للقيمة المضافة وقته هي ما تنجمش تبيع بالتفياء تبيع خمح ولا زيت ولا حليب ولا غيره يعني سمع برش حاجات لازمها تتنظم في سياسة فلاحية متكاملة متجنسة إذا أردنا بعض الأزمات المرينا بها كورونا حرب كورانية روسية لمداد متواصلة اهتزازات في العالم أجمع بخطورة وأهمية أن على أقل حقه حد أدنى كن نقولوش أقصى من الاكتفادات اللي بن بشر قد يكون السياسة المتبعة حاليا هي سياسة المنعو الطرح شمع أنت المنعو الطرح معناها أنا عندي إكرهات متع خيارات صارت لأجيال ويمكن ياسر قدوة نحب نغير ونبدأ جزء ما نعمل السياسات العمومية اللي نفهم على الجميع لكن أنا في الأثناء فهل بين بين ذا يا أخويا الناس كل تصبر علي يا أخويا الناس كل تصبر علي أصبر علي عام ثنين ثلاثة أربعة في التمويل أصبر علي في الاقتراض أصبر علي في التعويض أصبر علي في في زد كذلك الخيارات الكبرى في علاقة بالليميت حتى قلت أنت القلم اللي بشي بدل القلم طيب بدل القلم فما أكرهات متعماء دون قد تكون استراتيجية اليوم ونهذا اللي فهم تقريبا يا أخويا عاونوني الناس الكل الوزارة ولا سلط الأشراف تقول عاونوني الناس الكل أصبرت أصبرت وزيدوا أصبروا عامين ثلاثة نحن أصبرين نشكولي يوزي خزع حق مه حق سأصبرين لأنما سادت للصبر قال لها المثنية للصبر يحدث نحن منجنا تلبية نتوى نعملونا معجزة ولا حل أما على الأقل نصوفوا لي مع بعضنا نعرفوا راو ما هش لا يحسدوا المسؤول على موقعي لكنه اختار ذلك الموقع. هل تكون مدير إذاعة أو زريدة؟. ما أقول. ما أقول. ما أقوله. ما نقوله. ما نقوله. ما نقوله. ما نقوله. ما نقوله. نحكيه مع بعضنا. الحوار الحق تراجع. مش معناه يكون حيارة. الحوار تراجع. تراجع بكثير. صراحة لأن مسؤوليتنا الكل المعروف. الوزارات. يعني الوحرة من أول الدنيا. في سلطة نظرة عليها. الشكون اللي هو عنده خطة الوزير اليوم وللوزيرة. وزارك فلاحة عندها النسبة من السياسة الفلاحية. أما هي مسؤولة عليها تنظيمين. أما عندك التجارة بتحكميات رساحات تبربزها علينا. بالتوريد غير المحكم. وبالتسعير وبالتسقيف. وبالكاراريس الشروط اللي تخرج. معناه يجب واحد يبدأ أبنيه في الرايد الرسمي وشوف يخلط يفهم حاجة. وزارة الصناعة اللي هي تطبعها الصناعات الغذائية. المراكز الفنية اللي كل واحد مفرقين في العبارة مع احترامي للناس اللي فيهم كيفما كذا. مش مقولوا شي حاجة أخرى. معناها تطبع كلنا صغيرة. وإحنا كسر لأياكل وزيد لأياكل وما بيدهم لأياكل. وشوين نحبوا نوصلوا يا يا أخي. ونحبوا نوصلوا في الحد نحر. ينقفوا بيه. نعرف إذن الناس نجم تسقي ما تسقيش. لو نعرف مساحات المروية ما تمسر كان 8% من المساحات بالحيط. أما اللي موجود في مساحة مروية ينظر يعمل يبيع ماترياله ويعمل يشوف قلم اخر. وش يعمل وفي البحل يش يعمل واندرى المنحة اللي تعطعت عاملية واللي الحبوب بجتواصل السنة ولا ما تواصلش. معناها هكا أنا فيك أفو. ما سمعني بالفرنساوية ما سمعني بالفرنساوية. معناها واحد قال وانت توا اشتاء واصحاب وضبابة وكذا. ويقول لك بصد ربي سوق ما بره يمشي برغة عنده. واقد النية. واقد النية. تطلق معنا ويفلح وما يعرفوش على الرواحة. مكي يزرع ما يعرفش على الرواحة. خسناك يزرعنا في نوفمبر. نعرفوها بش تمطر لانتار. وكذا سنين التالي مزا ماشي امتار. نحكي في زراعات البعالية معناها. الجمح والشعير والقرد وكذالي هي تقريبا فوق المليون ونصف استار في تونس. الموالي زيتون كيف تحدث ولا حرج اللي يغرز زيتون ما يغرز على على سيزون بركة. لونك ما فيها بس أنه وثماء هيكل كما تسموا هذا المجلس الحوار الفلاحي. ثمان هيكل الفلاحية. أنا هتكزم. ثماء أكثر شوية من اتصال. نسموا بعضنا. نقعدوا نسموا بعضنا ونقعدوا نسموا بعضنا. نسموا بعضنا خطر حتى يتم التفق وحدا. شكرا لك. شكرا لك لايف بن بشر. بركة الله وفيك. بركة الله وفيك على التدخل معنا.